قامت طائرات الاحتلال الاسرائيلي بقصف بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة وافدت وكالة الانباء الفلسطينية بسماع دوين فجارات ضخمة وتصاعد السنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي الاسرائيلية ما ادى الى قصف منزل عائلة الداوي في منطقة الشهداء بمخيم جباليا وتسويته بالارض وتدمير عدد من المنازل المجاورة له واضاف ان القصف ادى الى استشهاد عدد كبير من المواطنين واصابة العشرات مشيرة الى ان اكثر من نصف الشهداء والاصابات هم من الاطفال والنساء والقبار في السنة اشتركوا في القناة